السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم لدينا طريقة تعريف لابتوب من نوع HP طبعا هناك طريقتين للتعريف الأولى نأخذ الموديل مع اللابتوب وهذا الموديل نلقاه اسفل البطارية أو نبحث تلقائه عن تعريف موقع الشركة بداية نجرب كيف نعرف الموديل مع اللابتوب طبعا نقل باللابتوب ونفتح البطارية لأن الموديل موجود فقط اسفل البطارية نشلنا البطارية رح نلقى الموديل على اللابتوب مثل ما تشوفون هسا الموديل المالتي هنا 15K09E هسا نأخذ الموديل ونساوي بحث فنكتب HP الموديل المالتي اسمت الموديل حاسبتي K09E Driver نكتب هاي جملة بالبحث سواء البحث مع جوجل أو أي بحث نضغط على أول رابط مثل ما تشوفون هاي نوعية لابتوب 15K09E هسا ننزل على Software and Driver نقل له Go طبعا نقدر نغير النظام سمعت الان ويندوز عشرة أو ويندوز سبعة أي ويندوز مثل العشرة ننطي Update أوكي طبعا هاي التعاريف الأسفل أول شيء Driver Audio تعاريف الصوت هاي ثاني ومهمات المستخدمين العاديين هاي التعاريف كارت شاشة خارجي وهذا كارت شاشة داخلي طبعا نتعاريف touchpad لوحة المس والفينجر برينس والمواصي إذا أكو نتعاريف الانترنت مع الواي فاي الان driver storage ماذا تعجب بس هاي كارت ريدر اللي يقرأنا الرام ميموري ماتاج software طبعا مثل الثلسان نريد نحمل الغرافيكس أوكي نضع داونلود 64 بيت داونلود نيكست والآن راح يبدأ بتحميل مثل ما تشوفون أما الطريقة الثانية لمعرفة موديل الحاسبة وذاك بعث تلقائي فبداية ندخل على الموقع الشركة من HP نكتب HP driver ندخل على أول رابط أوكي مثل ما تشوفون نكتب هنا الموديل وذاك ما نعرفه أوكي مثل ما تشوفون أو نضغط هنا let HP find my project أوكي continue نضغط تحميل نبدأ 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 البرنامج التي حملنا نشرب الظريج نقوم بيكم نجد نقوم بيكم نحن نبدأ نبدأ نعم 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 اشتركوا في القناة